خير خير شباب قولة سنة معاكم جرجس فريد مدرس اللغة الانجليزية هناخد مع بعض دلوقتي ريفيجن على يونتس وان ان تو يونت واحد واثنين وده الريفيجن بتاع شهر اكتوبر هناخد تويونتس بالتفصيل كل حاجة خاصة بيهم بالتفصيل يوم واللي اول حتى لو انت مفتحتش حاجة من اول السنة لو تفرجت على الفيديو ده ان شاء الله هتلم التويونتس دولة بالتفصيل كاملين وهنطبق عليهم وهنحل عليهم اسئلة بنك المعرفة كاملة كلمات وجرام يلا نبدأ بالاول على طول هنبدأ بالباسمبل او الماضي البسيط الماضي البسيط بتاعنا هو عبارة عن الفيرب بحط الفعل ايدي تحول الفعل ايه للماضي زي كده مسلا الكلمة زي بلاي لما اجا احطها في الباسمبل هتبقى بلايد كلمة زي كلمة بتبقى بحط لها ايدي يتحول الفعل ايه للماضي يبقى انا عشان اخلي الفيرب باسمبل او ماضي بسيط بحط له ايه ايدي لكن عندنا بعض الافعال اسمها افعال غير منتظمة. والاحفال دي بنحفظها. افعال دي او افعال غير منتظمة. افعال غير منتظمة. بتبقى لها نظام معين. بنحفظها. زي مثلا كده. جو وينت ران ران تيك توك وهكزا. يبقى احنا بنحفظ الفيرب ده لانه ما مش بتحطره ايدي. في مجموعة منهم اخدتهم قبل كده في عدادي. وفي مجموعة جديدة هنعرفها في سنوي ان شاء الله. طيب نقطة التامية. بنستخدم اه النفي في البص سيمبل ازاي? لما اجي انفي الزمن ده بانفي ازاي? بانفي بحط اللي هو الفاعل. وبعدين بحط ودي معناها لم. وبعد كده احط الفعل فين? في يبقى انا لما اجي اعمل او نفي للماضي البسيط بحط اللي بمعنى لم. وبعد كده الفيرب في يعني ايدي مش هتحطره ايدي او تحوله للتصريف التاني? لأ. يبقى الفيرب اللي عندي هنا في يعني بدون اي اضافات نهائية. زي كده. طبعا في طريقة نفي تانية. اللي هي كلمة 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 زي بس فيها اختلاف شوية. لما بحط بحط في البسط يعني برجع له تاني. يبقى تاني. الفرق بين الاتنين. الاتنين معناهم لم. والاتنين للنفي. بغض النظر ان اقوى شوية من مش دي موضوعنا دلوقتي. بحط بحط معها لكن لما اجي بحط كلمة بحط الفيرب في البسط يعني برجع حط له ايدي عادي خالص او التصريف التاني للفعل. يعني بصوا كده بالشكل ده. شايفين مقولتش بنفس الطريقة دي. بصوا بقى لما حطيت نيفر هيبق نيفر واوشد واوشد. عطيت نيفر رجعت الايدي تاني زي ما هي. اوكي. وبقى ده بتاع الباص سيمبل. طيب ناخد كمان بقى حتة مهمة. امتى بستخدم الباص سيمبل يعني امتى في امتحان جايب لتشايس هاختار الباص سيمبل. هاستخدم امتى? يستخدم الماضي البسيط للاشارة الى احداث بدأت وانتهت في الماضي. حاجة حصلت وانتهت في الماضي. وغالبا نضع معنا تاريخ او وقت حدوث الفعل. يعني بحدد امتى الفعل حصل بالزبط. زي كده. بصوا. دي كلمات معينة وانتو جدتوا بتسموها زماني كيوورد او الكلمات الده اللي عزمة. كلمة زي كلمة يستردي امس. كلمة زي لست لست ويك لست مونس لست يعني السابق. لست دي معنها السابق. ماشي? كلمة اجو يعني منذ اجو تتملي بيجي قبلها فترة زمنية ثري دايز اجو. في الماضي يعني ذاتة مرة. ان وطاريخ قديم. الحاجات دي كلها بتعبر عن لو شفتها في الجملة هعرف ان الجملة اللي قدامي دي الزمن اللي احنا بنتكلم عنه. زي كده. ادي الجملة بس سيمبل. لندن ان توينتي اوان. يعني الفين وواحد. ادي ان وادي تاريخ قديم. مثال تاني. ادي كده اجو. انا عندي اجو هنا من الكيووردز بتاعة البس سيمبل. عشان كده حطيت ايوز. انا كنت في اسكندرية. اجزامبل تالت هده الماضي بتاع باي. وطبعا ده الريجلر فيرب. ادي كلمة ما لديت الكيووردز دي? هستخدم معها باست سيمبل باي شكل من اشكال. الاستخدامي التاني نستخدم. هنا يعني هستخدم زمن الباست سيمبل. للاشارة الى حدث او فعل يتبع فعل اخر مبني عليه في الماضي. يعني ايه مش فهمين الكلام ده. يعني فعلين ورا بعض تلقائيين. يعني مسلا الكباية وقت مني فاتقصرت. ده فعل كده اسمه تلقائي ورا بعضه. انا مسلا ان قد رك عبرت فرجلة عورت. يبه هنا الفعلين ما لهم الفعلين تلقائيين ورا بعض ورا بدي طريقة طبيعية. مش هيحصل حاجة مختلفة مش كباية وقت فمتكسرتش. لا لا. هنا حاجة طبيعية جدا. ماشي? قمت الصفحة غسلت وشي وهكزا. هنا. وين هي هاد ان ايديا? لما جات بفكرة. رح كتب قصة. جات بفكرة رح كتبها على طول. مثال تاني. وين هي فلت ابين? لما شعر بقلم. يسوق دكتور. هو شاف دكتور. يعني راح للدكتور. كلها افعال طبيعية بتحصل ورا بعض. وده التطور الطبيعي للحدث نفسه. حصل كزا فبالتالي بيحصل حاجة بعدين. الاستخدام اللي بعد كده تلت استخدام يستخدم الماضي البسيط لوصف العادات والافعال المتكررة في الماضي. واحنا عندنا كزا حاجة تستخدم في العادة. خلينا في الباص سيمبل او. ايه ده الباص سيمبل دي مش قاعدة يا مستر او. هستخدم برضو. بس احنا خلينا دلوقتي في الباص سيمبل. وانا هستخدم الماضي البسيط للتعبير عن العادة. هستخدم الباص سيمبل للتعبير ايه? عن العادة. زي كده. اي اولوز ايت بريكفست بفور اي وانت تسكون. انا كنت دايما باكل فطار بتاعي قبل ما اروح للمدرسة. نركز شوية. مستر سويني. دي كلمة اولوز. مش المفروض الكلمة دي من كلمات او الكي وردس بتاعت بريزن سيمبل صحة. بس هي مش بريزن سيمبل بالظهر. الكي ورد دي اولوز ويوجوالي. التمال اللي بنستخدمه مع الهابتس العادية. لو كانت الجملة بتعبر عن هابت اند باست عادة في المضارع بتحصل لغاية دلوقتي. هستخدم بريزن سيمبل. لكن لو كانت الجملة اللي قدامي بتعبر عن عادة في الماضي. هستخدم باست سيمبل. طب سويني. انت ايش عرفك بقى ان ايها ماضي ولا مضارع. من بقيت الجملة اللي موجودة قدامي اقراها. اي اولوز هعتبر ان دي سبيس نقط. بريكفست بفور اي وينت تسكول. قبل ما اروح المدرسة. اه. في هنا كلمة وينت. وينت في الباست. انا بتكلم عن حاجة كبتحصل في الماضي. عشان كده استخدمت اي اولوز ايت. انا كنت دايما باكل. اذا مثلا مش كنت دايما دي كنت اتحط مسلا. اي اولوز ايت بريكفست بفور اي وينت تسكول. مثال كمان. اي بليت فوتبول افري دي. كنت بلعب في الماضي. عادة فين في الماضي. هنا بليت فوتبول. انا كنت بلعب خود قدم. لما كنت صغير. يبقى انا هحط عادي. اولوز ويجولي والكلام ده كله. مع العادة في الماضي. فاش اي مشكلة خالص. نيجي بعد كده. يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن الحقائق والثوابت في الماضي. يعني ايه? فاكتس. فاكتس دي الحقائق. يعني حاجة ثابتة كاد في الماضي. يعني يا مستر. يعني مسلا واحد. دلوقتي انت في سنوي. لما تقولي انا كنت في مدرسة مسلا جمال عبدالناصر الاعدادية. انت كنت في المدرسة دي. دي حقيقة ولا كلام? لا دي حقيقة. دي معلومة حقيقة. انا اتولدت في اسكندرية. دي حقيقة. وهكذا. انا عشت في اسكندرية غاية سن ثمان سنين. برضو دي حقيقة. فاهمين? كل الجمل دي حقائق. باستخدم معه. زي كده مسلا. ايجيبت وان مصر فازك. كاس افريقيا لكرة القدم. ان في الفين وستة. الفين وثمانية والفين وعشر. دي كلها حقائق. كنت باستخدم هنا باست سيمبل ماضي بسيط. ناخد بالنا كمان. يستخدم للتعبير عن افعال تمت خلال فترات زمنية طويلة. فترات زمنية طويلة قد تمتد لسنوات او شهور او اسابيع. يعني حاجات مصر لو استمرت مسلا ساعات هناخد لها زمن اسمه خلينا دلوقتي في ده. زي مسلا كده. وين صلاح لندن. لما صلاح ماكوثا في لندن. قعد في لندن. قعد باله خمسة سنين اهو. اتعلم انجليزي. اتعلم انجليزي. اتعلم انجليزي. اتعلم انجليزي. اتعلم امتى خلال كم سنة لعدها مش اتعلمها في يومين او في ساعتين تلاتة. ممكن اتعلمها في تراتة اربعة خمس ست سنة مسلا. او فترة زمنية طويلة. ما هو اتعلم عشان كده استخدمتها ايه? ماضي بسيط. زي ما انتم شايفين بالزبط كانت. واضحة قوي وسهلة جدا. فدي استخدمات كده لايه? الباست سيمبل. كل دي بنستخدم فيها الباست سيمبل عادة في الماضي. افعال اتكررت عدة مرات. بتكلم عن حقائق وسوابت. بتكلم عن افعال حصلت فترات زمنية طويلة او لما لقيت كيوورد بتاعتي. لقيت اي حاجة من دولة اعرف ان الجهر قدامي دي باست سيمبل الفعل في التصريف التاني او ان احنا بنحط له ايه? ايه دي. طيب. ناخد بعد كده حاجة تاني ارتبطت باللي السائلينه. احنا كنا بنتكلم على ان فيه فعل حصل كعادة في الماضي. هستقدم قاعدة مشهورة جدا اسمها ايه? يوزي تو. يوزي تو دي معناها اعتادة ان. ومعناها مهم جدا. اعتادة على القيام بفعل معين في الماضي لكنه توقف عنه الان. ففعل كان متعود عليه في الماضي لكن توقف الان. الفعل ده مش بيحصل دلوقتي. الفعل مش بيحصل دلوقتي. يبقى عادة بتحصل وتوقفت دلوقتي. زي كده مسلا. اي يوزي تو انا اعتدت ان جيت اب ارلي وين اي وز يونج. بط لكن. انا بنصحى متأخر. يبقى اللي بيحصل زي العكس كده بالمشأل. انا كنت متعود اصحى بدري دلوقتي بصحي متأخر. يبقى عادة بيحصل عكسها دلوقتي او مش بتحصل دلوقتي. لما جاء فيها نفسنا في البص سيمبل الماضي البسيط. كنت بحط دلين. دلينة والانفاناتف بقى دي كلمة دلينة ايه? وديوز مش يوزد. مفيش حرف دي يا جماعة. اشتابت دي ليه? عشان دلينة بيجي معاة انفاناتف. يبقى دلينة يوز تو والانفاناتف. دلينة يوز تو والانفاناتف. بنفس الفكرة كده. برضو باستخدم نيفر مع اللي احنا قلناها في البص سيمبل. بس نيفر ايه يا جماعة يوزد رجعت دي زي ما هي نيفر يوزد نيفر يوزد نيفر يوزد شايفين يبقى ديدينت يوز او نيفر يوزدول اتنين بيجي بعد يوم تقول ايه زي كده طبعا لم يعتاد على واصبح الان معتادة علي هنا عكس اللي فاتت اللي فات كان متعود وبطل هنا ما كانش متعود وبقى متعود على حاجة زي كده ما كنتش متعود اصحى بدل دلوقتي بنسحى بدل ايه هنيفر يوزد شايفين ايه نيفر يوزد تو جيت او او ايت ميت انا حطيت برضو بعد يوم افعال في المصدر بسبب ان هي ديدينت يوز نيفر يوزد اللي فيها حرف ادي نخلي بالنا فرق بينهم فرق بسيط او قادة اللي بعد كده بتاعة يوزد تو بس اللي بتعبر عن حاجة الشخص متعود عليها دلوقتي زي دي انا استخدمت اه يوزد تو بس انا استخدمت قبلها ام از ار جوت بكيم وهنا معناهم اصبح معناهم ايه اصبح معتاد على وهنا اهم نقطة ان هنا بيجي كمان ايه اين جي وجود الخامسة دول هيخلوني احط معهم ايه اين جي معناه معتاد على فعل ما ولا زال يقوم بي لسه بيقوم بالفعل لغاية دلوقتي ما توقفش زي بتاعة يوزد تو يعني لازال هو متعود لغاية دلوقتي حطيت ايز بالتالي اضطريت احطت معايا يا جماعة اي اين جي مفيش ايز مفيش اي اين جي نفس الكلام هودا اصبحت معتادة على عمل التدريبات يوميا اصبحت ادي جوت ودي معا ايه اين جي زي ما انتم شايفين بالزبط واضحة جدا وسهل طيب التنس اللي بعد كده اسمه او الماضي المستمر واضح من ايه اسمه نواة مستمرة وفي اين جي بحط يعني فعل وبعدين بحط وز وبعدين احط وير دي او دي والفرب بلاس اين جي ماشي ايه طبعا ناخد بالنا ان اي وهي وشي ويت والسنجلر يعني المفرد الحاجات دي كلها بتاخد كلمتي وز لو انا بدأت بكلمة يو وي ذي بلورر جمع باستخدم معا كلمتي وير يبقى ووز للمفرد وير للايه للجمع هنستخدم بقى امتى الماضي المستمر باستخدمين اساسيين اول استخدام عندنا نحن نستخدم الماضي المستمر عند التحدث عن فعل حدث في الماضي في وقت ما او ساعة محددة من اليوم في الماضي وقت او ساعة محددة وقت او ساعة محددة في الماضي يعني لازم احدد الساعة او الوقت بالزبط زي كده طارق اهول بص دينر ات نون كلمة ات نون ان ظهر رايز ساعة 12 زهرا يسترديل يسترديل لوحدها تبقى بص سيمبل لكن حددت امتى ات نون وانا حددت الفترة او الوقت اللي بيحصل فيه الفعل كمان زي كده سوهة ووز واتشنج تي في ات سيفن ثيرتي لاص صندي اقولت لاص صندي تعبر عن الماضي طب ليه مستمر عشان سيفن ثيرتي حددت الساعة كان بالزبط او الوقت ايه بالزبط ده اول استخدام بحدد الوقت او الساعة اللي حصل فيها الفعل واليوم اللي حصل فيه كمان ان كان يستردي لاص ويك لاص وهي كزا بنفس الطريقة طيب الاستخدام اللي بعد كده نستخدم الماضي المستمر لنتحدث عن فعل يقاطع او يتداخل مع فعل اخر وخلي باركم يتداخل عشان مش هو يقطع يقاطع في فرق بين يقطع ويقاطع اه الفرق يقطع دي يعني يوقف لكن يقاطع او يتداخل يعني مسلا انا بنشرح الداس راح حدد راني عندي عالتريفون الفعل ده ممكن يحصل منه حاجتين يما انا هوقف الشرح بتاعي وامسك التليفون ارد له ايوه وبهنا الفعل ده اطعو او ممكن انا ما اردش هبص جده على التليفون او انا بنشرح اقف ثانية بس لقيت ايه لقيت ده فلان حد عرفه او حد مش مهم او معرفوش او مش عايز ارد عليه او الدرس اهم فبكمل علي ما اطعنيش هو تداخل معي صوت الرن تداخل شوية كتمت الصوت وكملت عالي لما انا اسمه تداخل او تقاطع تقاطع مش يقطع بس ممكن يقطع في الحالتين هي هي الفعل ده بيحصل اسناء ده يبقى عندي فعلين فعل طويل شوية استمر نص ساعة ساعة ساعتين تلاتة اربعة اللي هو الباست كونتينس ويحطوا حتة دي في الماكو الباست كونتينس بيتكلم عن فعل استمر حتة واحدة استمر بقى دقايق ساعات بس مش هستمر اكتر من ساعات لانه فيش انسان هقدر يقوم بفعلة مسلا بمدة تلاتة اربعة ايام متصلة مش هينام مش هيكل مش هيشرب والباست كونتينس ده فعل لازق في بعضه حتة واحدة حتة كنت بذاكر كنت بتفرج على التلفزيون كنت بلعب كرة قدم الحيوان ده كان بياكل كان بيجري كان بيلعب كان بينام فبتكلم على فعل هيستمر هتلاقي الحد الاقصى بالساعات الحد لكنها مش هنوصل اليوم يعني ما فيش حد يقوم بكرة اربعة وعشرين ساعة مثلا حدش هتفرج على التلفزيون اربعة وعشرين ساعة فاهمين اه ممكن ابالغ شوية عشر ساعة اتناشر ساعة بس مش ريوم كله عشان كده الباست كونتينس بيعبر عن فعل هيستمر الى ايه عدة ساعات فقط وهتدخل معها فعل تاني فعل يحصل سانية بتلفون ران جرس الباب حصل له كزا فلان دخل آآ فلان الكعبل الكرة خبطت في كزا يعني فعل سغنن هيحصل لمدة ثواني اثناء الفعل الطويل ده هما دول يبقى المستمرة ده الفعل الطويل ولبسيط الفعل ايه صغير بس ده في اطار مجموعة من الرابط اللي انتم عارفينها كلها ادي المجموعة الاولانية الرابط الاولاني طبعا هم ممكن يجو في الاول او يجو في النص عادي خالص انا همني هيجي بعدين يا جماعة ماضي مستمر ماضي مستمر اهي سامي اتصل بها اثناء او خلال طبعا معدناها ايه خلال او اثناء او بينما معناهم برضو ايه بينما المعنى اكثر استخداما بينما اهو سامي اتصل بيا بينما انا كنت بنظف الغرفة بتاعتي ممكن يجو في الاول يجو في النص بعدينهم بعدينهم ماضي ايه مستمر خدوا بالكم كمان ان كلمة وايل لوحدها مختلفة شوية وايل ممكن بدون فاعل بعدها هيجي بعدها يا جماعة فعل مضاف له اي ان جي فعل مضاف له اي ان جي ويجي الناحية التانية بص سامي انا كده عندي كم قاعدة الوايل يا جماعة اتنين الوايل عندي وايل اساسية بيجي بعدها فاعل وهو الماضي المستمر لو ما فيش فاعل بواين جي من غروز وايل اهي هفرق تاني ازاي انا عندي لو جيه بعدها سوبجيكت جي بعدها فاعل احط بعدها ووز او ويير وايجي احط بعدها فائل مضاف له ايه اي ان جي دي مين دي يا جماعة وايل طبعا وايل ويجي جاية وجملة التانية في اي حال من الاحوال طاست سيمبل طاست سيمبل عادي خلص. relates عندي لو جيب الكتاب لي في الامتحان كده وايل وكتب نقط بس من غير سوبجيكت ومن غير فاعل حط ايه اي ان جي. طب لو كتب لي فعلي بقى لازم احط وزو وينجي. اوكي اهي. ندخل في النقطة اللي بعدية. عندي قاعدة اسمها وين. وين دي معناها عندما. وين معناها عندما. وين تنفع تيجي في الاول او تيجي في النص ما عنديش مشكلة. وين دي ليها قصة طويلة معنا السنة دي ان شاء الله هناخدوا واحدة واحدة وما تستعجلوش عليها. وين ممكن يجي الجملة الاولين طبعا عكس وين. هيجي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط والناحية التانية باست كونتينس ماضي مستمر عكس لفات. ممكن ديجي في النص بقابلها مستمر وبعدها بسيط. عشان ما لغبطش نفسي. وين جت في الاول جت في النص في الحالتين بيجي بعدها باست سيمبل. يبقى وين عندما هيجي بعدها باست سيمبل جت في الاول جاي بعدها باست سيمبل جت في النص. ولكن ويل وقاز وجست قاز كون في الاول كون في النص بيجي بعدين الفعل الاولين الطويل بينما اسناء خلال عشان كده بيجي الفعل الطويل. لكن وين بيجي الفعل ايه? الصغير. يبقى جات في الاول جات في النصب. بعد ايه سيمبل. ازي كده. ايه. ايه. ممكن ابدأ بها. ادي وين? جاي بعديها باست سيمبل. ادي اتبنيها باست موادي مستمر. واضحة جدا. يبقى وين جات لي في الاول جات لي في النصب بعدها باست بعدها باست سيمبل. مثال كمان اهو في الاول. ادي وين علي فون ديمي. علي فون ديمي. ايوز هافينج ماي لانش. كنت بتناوها لغدا بتاعي. وين علي فون ديمي. ادي وين جاي بعدها باست سيمبل. وين ماي فرند ارائم. الجملة التانية هي الباست كونتنس. اعتقد ان هي كده سهلة اول. ناخد بالنا كمان نرجع تاني. ممكن تاني افكركم. بصوا بقى ادي واير واز وجاست از اللي قلتها من شوية. شايفين جاي بعديها باست كونتنس وبعد كده باست سيمبل. لكن وين كان جاي معي يا جماعة باست سيمبل وبعد كده كونتنس عشان تفرقوا ما بين الاتنين. اهو كان بيعاب كروت القدم. مثال كمان اهو هقول از زي وير واتشنج ده فيلم. بينما كانوا تفرقوا على الفيلم زا لايت وينت اوت. الدوق ايه خرج يعني الدول قطع او الكهرباء قطعت. اهي. يبقى انا عندي وايل او از او جاست از ماضي مستمر وبعد كده باست ايه سيمبل. نلاحظ بقى في الحتة دي بقى. يمكن استخدام الزمنين ماضي مستمر. الاتنين باست كونتنس في الجملتين. ازا كان الفعلين يحدوثها معا في نفس الوقت يكون الفعلين طويلين اي يمتدان لساعات او دقائق مسلا بس مش ايام. مش فاهمين الحتة دي. يعني مسلا ايه? بينما انا بذاكر دلوسي اهو اذاكر ساعة ساعتين. مسلا ماما كبتطبخ الاكل. انا بذاكر ساعة ساعتين ما وفضوط بخ ساعة ساعتين. الفعلين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. وهنا الفعلين هيبقوا الاتنين طوال. صح? مش فعل تداخل مع التاني. وهنا الفعلين الاتنين باست كونتنس. الاتنين ماضي مستمر. زي كده. هحط هنا. او او از او جاست از باست كونتنس ماضي مستمر وباست كونتنس برضو. الاتنين كونتنس. الاتنين مستمرين. طب هنا تيجي ازاي اهي? بينما انا كنت بعمل الواجب اختي كان بتساعد ماما الفعلين بيحسروا مع بعض كانين في عشيد از وحطوا اي عشيد از وحط جست از نفس المعنى بالضبط بس هم حاجة معنى الافعال الموجودة كنت دايلي كان بيلعب كروت قدم بينما انا كنت بذاكر انجليزي تلاحظوا الافعال كلها هستمر ساعات او دقايق او كده يعني هنا بيلعب كروت قدم ساعة ساعتين تلاتة وانا بذاكر ساعة ساعتين تلاتة نفس الفكرة انا بعمل الواجب بتاعي اختي بتساعد ماما كلها في اطار اليوم الواحد في ادار ايه ساعات معينة ناخد بالنا بقى من ويل تاني حبيتها راجعلكو تاني انا ممكن برضو ويل نفس الكلام هيجي بعدها بدون فعل فعل مضافة انجي والنحية التانية مستمر يعني ايه يبقى انا ويل لها قاعدتين هو في اي حالة من الاحوال ويل لو جي فعل بيجي وزوير اين جي طب لو ما فيش فعل يبقى اين جي بس من غير وزوير طب النحية التانية تنفع مودي بسيط او مودي بستمر على حسب المعنى حسب ما احنا شرحنا زي كده ويل ستادي انجليش اسناء مذاكرة الانجليزي اتستارت التورين دي باست اسمبل دي مودي بسيط ندخل بقى في ديورنج بقى كلمة ديورنج من القواعد المهمة جدا ديورنج دي اخدتها قبل كده فعل morality معناها بينما او اسناء او خلال معناها اسناء معناها اسناء او معناها خلال معناها اسناء او ايه قبل دي كلمة ديورنج ديورنج ماشي وهي بدون فاعل اساسي اذا غير واجه وهيجي بعدها يا جماعة نهون هيجي بعدها اسم هيجي بعدها نهون هيجي بعدها اسم ممكن الاسم تيجي معاه ملحقات معينة مش هتأثرك ممكن ايجي قبل اه ان اون او ذا ممكن ايجي معاه ضمير ملكية تلاقيه اسماعها الملكية ماي هيز هير كل حاجات دي ممكن تيجي يعني مش شرط الناون لواحده وانا ممكن الاقي ارتكالز قبل ا او ان او ذا ممكن الاقي مسلا هايز او هير او ماي او يور او كده انا ممكن كمان الاقيه اجيكتف كمان اجيكتيف صفة بس المهم عندي ايه نون مفيش وزوير لا مفيش فعال مضاف لاني جي? لا. والجملة التانية زي كده. اثناء الغداء. اثناء الغداء. مفيش فاعل. مفيش نهائيا. ندخل بقى في حاجة ايه? هنيجي بقى في الماضي المستمر نتكلم بقى على حتة مهمة. لا نستخدم الماضي المستمر مع الافعال التي تصف الثوابت او الحقاق او افعال الحواس اللحظية لكنها تستخدم في ايه الكلام ده مش فهمين? عندي مجموعة من الافعال. الافعال دي بنسميها بالانجلش كده حاجة اسمها ستاتف فيربس ستاتف فيربس. الستاتف يعني افعال سابتة. افعال ايه? سابتة. الافعال دي انا اوضع بالتفصيل السنائي دي لسه. الافعال دي ما ينفعش تيجي في الاسمار لا في بسط ولا ولا اي زمن مستمر. او ممكن احطولها ان يجي في الجملة في استخدامات عادية. لكن ينفع استخدمها في البسط كتنس? لا. ليه بقى? ان الافعال دي لحظية. الفعل بيستمر للمدة سانية. سانيتين تلاتة ما ينفعش وقت ساعة ساعتين دقايق حتى. اخره كده. زي ايه? ايه الافعال دي? زي فعل سيم يبدو. انا بسط على حد يبدو انه زعلان. انا هاعض ابص في وشه مسلا تلات اربعة ساعت عشان يبدو نظره على وشه حزين فرحان زعلان متدايق. كلمة سيجرة انا شفته فلان. سمل يعطي رائحة ريحته كزا انا شميت ريحتها ايه? مش عقدة شماش ساعتين تلاتة. قد انا ممكن عقدة شم ايام. احنا في الطبيعي بتشم مرة واحدة. عرفت الرحة. تيست يعطي طعم. تتش يلمس. ينسى. نو يعرف. قون يملك. بسس يملك برضو. يعني اللي هو قامه يزهار مش قادر احطوه اين يجيه. اده مش ينفع بقى ايه? اه ينفع. بس في حالة ايه? لكن في الجملة العادية لأ. زي كده. احنا رسا وقدين مع بعض ان قاعدة بيجي بعدها فاعل. هل الكلام ده صح? لأ. هنا بس دي ما هتطلوهش بقى عشان ما ينفعش يجي في الستمار. طب كده هيجي بعدها بص مع الافعال اللي فاتت. هيجي معها بص ما ينفعش اهي. بصوا عالي كزا. ما تفعش. احنا خدنا قاعدة بعدها بسيط وقبلها مستمر. هل ينفع لعلي وز بينج? لا بينج دي غلط. علي وز بيزي على طول. عشان ده. علي وز بيزي وين ايفون دي. فنخلي بالنا من مجموعة الافعال اللي فاتت دي نحفظها ونسبتها في دماغنا. ناخد بالنا بقى من حتة مهمة. اهي. احنا بنستخدم تأتي وز بينج في حالة المبني المجهول فقط في البسر. ودي هناخدوها بالتفصيل كمان شوية صغيرين. كما انا مش هحط هنا. احط هنا كزا. مش هحط فيها لأ. لان ما يجيش مع الافعال اللي فيها او مع الازمنة اللي فيها اي نجي. هندخل بقى في زمن تاني مهم جدا المضارع البسيط. وده يعتبر ديونة التاني او الوحدة التانية. المضارع البسيط. درع البسيط ده بيتكون من ايه? بابدأ الجملة باي او يو او وي او دي او جمع بيجي معهم الفرب في يعني الفعل فين? في المصدر بدون اي اضافات. لو بدأت بهي او 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 مفرد اي حاجة من دولة احط الفعل اس اي اس اي اس. تمام? طيب. هنا طبعا زي عشان عندي اي حطيت الفعل في المصدر. هنا كمان حطيت اس للفعل ليه? عشان ده اس مفرد. اي حسبينه تبع الجمع. اي تبع الجمع يا طبع. برضو مثال كمان سامي عشان اخدها سي اتش حطيت ايه? اي اس. طبعا كلكم عارفين القصص دي كلها بتاعة الاس والاي والاي اس. ده تكوين طيب. نيجي بقى امتى بنحط الايه? الاي اس دي. بحط الاس اذا انتهى الفعل باس اس او اس اتش سي اتش او. هنا بحط ايه يا جماعة اي اس مش اس بس. زي مسلا كده كلمة واتش واتشز انتهت بسي اتش عشان كده حطيت ايه? اي اس. مسال كمان كروس دابل اس انتهت بي اس اس. لازم احط ايه? بي اس في الاخر. طيب نلاحز كمان. اذا كان الحرف الاخير واي لو انتهى الفعل بواي. وكان الحرف اللي قبل الواي ساكن. يعني مش متحرك. مش من الفعال المتحركة. ايه الفعال المتحركة دي? اللي هي الاي والاي والاي والاو وديو. دول اسمهم او حروف متحركة. لو الحرف اللي قبل اخير حرف الواي حرف واحد مش من دول. هنا هحول الواي لاي اس. لكن لو كان حرف من دول بحط اس بس. مش فاهمي. بصوا المسال هيفاهمي. هنا منتهية باي? بواي. ايه اللي هي احرف اللي قبل الواي? حرف الدي. الدي ده فاول يا جماعة واحد من دول? لا. ادام واحد مش من دولة. بحول الواي الى اي اي اس. تاني لو الحرف اللي قبل الواي متحرك غير لما يكون ساكن. لو ساكن يعني مش متحرك بحاولها كده. طب لو اطلع واحد من دول بحط اس عادة. شايفين كلمة اخرة حرف الواي. وقبل الواي الحرف لاي. عشان كده تلاس بلاي ما اريد لاني مش احط اتنين متحركين وارة بعد. يبقى الحرف اللي قبل اخير متحرك احط اس. الحرف الى قبل اخير مش متحرك. الواي تتحول الى اي اي س. بالشكل اللي قدامي لك. ده حتة بتاعت الاس وليس اللي احنا بنتكلم عنه. طيب يستخدم الزمن في الحالات التالية اللي انا هقولها. اول حاجة الفاكتس. الفاكتس دي معناها الحرف الحقوق. يعني حقوق الحقوق العالمية والطبيعية السبتة التي لا يستطيع الانسان ان يغيرها او يتدخل فيها. كل ما يتعلق بتكون بالكيميا فيزياء احياء. الحاجات اللي انا كانسان مقدرش يدخل فيها ربنا خليقها بالشكل ده. وسبتة وغير قابلة للتغيير. زي المثال ده. هنا وضعنا اس طبعا عشان الشمس مفرد. طب ليه استخدامت دي حقيقة? الشمس بتشرق من الشبق. ما فيش نقاش. مثال تاني او استخدام تاني. العادات اي كل عادة او فعل يتكرر لفترة ما او كل فترة ما كل يوم. دي الهابتس. ايه الهابت? حاجة بتحسن كل يوم او عادة كل يوم. لو بتكلم عن عادة يوميا بستخدم اي ده مش المفروضة عادة بستمرار يبقى مدارع مستمر لأ مدارع بسيط زي كده. مسلا حاجة تحصل كل اسبوع كل شهر كل سنة هستخدم كده. اي 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 ا mir kinda every day. انا بزور جدتي كل يوم كل يوم. استخدمت عشان بتكلم عن عادة يومية عادة يومية. كمان بتنضبendas سوها بتنظف الغرفة بتاعتها يوميا. برضو حطيت اس عشان سوها مفرد بنفس شكل. بقى ده بعبر عنها ده. ناخدنا العادة في الماضي بستخدم بص سيمب. العادة دي يا جماعة اعود عادة في البرزن. اي جوتو زي سينيما وانس امانس. انا بروح السينيما بمدرها بسيط مرة في الشهر. وانس امانس يعني مرة في الشهر. ناخد بالنا كمان ان احنا بستخدم بريزن سيمب ده في استاتيكس. استاتيكس دي شبه الحقائق شوية. بس هي قابلة للتغيير شوية. لها السوابت او الحاجات المقصود بها الاشياء الثابتة تالحدوث او الاشياء الغير متغيرة الى حد ما. مثل مكان السكن استخدام الاشياء. يعني انا مسلا بنستخدم الكهرباء عشان نشغل بها لمروحة. يبقى خلاص دي دي توطير انه مع السوابت اللي عندنا. زي كده اي ليف ان الكس انا بعيش في سكندرية. هستخدم بريزن سيمب ده شيء سابت معروف. مستر عادي ما انا ممكن اغير السكن بتاعي. ماشي بس هو الناس بتغير سكنها ده كل شوية. الفعل ده سابت الى حد المية. بنسبة تسعة وتسعين في المية. نسبة الايلة اللي بتغير سكنها كل شوية. عشان كده بستخدم بريزن سيمب. مثال كمان سامي عنده طفلين. دي حقيقة. اه ممكن كمان شوية كمان سنة سنتين يكون عنده تلات اطفال. ممكن. هي بس هي ده حقيقة شيء بيسابت. ان انسان يبقى عنده طفل دي بتحصل كل فترة طويلة مش كل خمس دقائق. بنستخدم البنزين عشان نشغل العربية. العربية بتشغل بالبنزين. دي حقيقة. اه مصر ما في عربية بتشغل بالكهرباء. اه. في بتستخدم السولار. اه. فعلا. بس احنا بنتكلم عنهم معين من العربيات دي سوابت. حاجات معروفة بنسبة تسعة وتسعين في المية. ناخد بالنا كمان ان احنا بنستخدم مع جدول الموعيد السابتة. معاد قطر. معاد طيارة. معاد فلم. مسلسل. معاد مباراة. معاد اي حاجة من دول. الموعيد دي موعيد سابتة. موعيد سابتة. مش بغيرها بمزاج. اهي. اهي. عندما نتحدث موعيد الاشياء. موعيد الاشياء. مش الاشخاص. وليس الاشخاص. موعيد وسائل المواصلات. البرامج. الافلام. المسلسلات. الامتحانات. موعيد دي سابتة. وفقا لجدول موعيد. دي المفروض ان هي سابت. المفروض. زي كده. ده فيلم ستارتس. الفلم بيبدأ الساعة سبعة ونصف. اهي. ده فيلم ستارتس. الفلم بيبدأ. كمان. الطيارة بتعطي. هتغادر. في اس هنا. عشان الطيارة مفرد. ده معاد الطيارة بتاعتي. اخر حاجة او الكلمات الدل على الزمن. لو شفت الكلمات دي هعرف ان الجملة اللي قدامي دي. مدارع بسيط. لا زي ايه? كلمة غالبا نادرا. عندي كمان كلمة نادرا. كل من حين لاخر. كل الكلمات دي لو شفتها بعرف ان الجملة. انا عادة بصحة بادري. ماشي? طبعا كل ما صبك معادة يأدي بعد الفعل زي ما انتم شايفين. يعني بصوا كده معي على الجملة اللي قدامي دي. شايفين اي يوجولي. لو حاطيت سوها. زي اوفن. معادة افري هير بتيجي في الاول خلص او في الاخر. خلينا هنا. يبقى الكلمات دي بتيجي فين بعد الفعل? وبعد كده الفعل. بس difficile سمي ا الهزولي. دي ا ال وهزمين? جات لي فين ا ال وز بعد الفعل. يبقى كل الكلمات دي معادة كلمة افري كل الكلام ده. معادة كلمة افري بحط الفعل وبعد ما بتيجي الكلمات دي اي يوجول سامية وهكذا بنفس الطريق. ناخد بالنا ان كلمة تأتي في اول او نهاية الجملة. باجي بها في الاول خالص او في الاخر ايه? خالص ازاي كده. اقول انا بزور عمي كل يوم جمعة. كان ممكن نبدأ بيها جملة عادي خالص. لو كان الفعل المستخدم في المضارع في له حالة خاصة. التلات افعال دولة هما الواحدين هيجوا قبل الكلمات دي. يعني بصوا كده علي is always late. اه مش فاهمين. اللي فاتوا كلهم كنت بحط علي always plays. علي always comes. علي always eats. بحط always وبعد كده الفعل. هنا لأ. فربة بي حالة خاصة. هحط فربة بي. is always are always am always. واخدين بالكم از ازاي الفرب بتاع فربة بي هيجي ايه قبل الكلمات دي. بنفس الفكر. sami and hany are usually. يبقى انا هحطيت ام واز وار قبل usually always sometimes and every often وهكزا. تمام? ناخد بالنا برضو من حتة تاني. في حالة احنا كنا واغدين في البص سيمبل didn't والانفاناتل. هناخد في حالة present. هيو شيو ايه تو المفرد? هياخدوا كلمة ايه جماعة? doesn't. اي ويو ويو زيو الجامعة هياخدوا كلمة ايه? don't. يبقى don't and doesn't على حسب. يبقى هيو شيو ايه تو المفرد? doesn't. واي ويو زيو الجامعة بياخدوا ايه? don't. وناخد بالنا لما حطيت doesn't مش هحط اس اي اس اي اس هيجي بعدها ايه? infinitive. بالمنظر ده. I don't like t. I don't like t. هقول كمان هيبق doesn't eat rice. doesn't eat rice. في حالة النفية كمان ممكن استخدم never بدل don't وdoesn't. ايه ممكن اشيل don't وdoesn't وحط never. ايه مش كنا واخدنا في الباست يا مستر برضو اه? في الباست معاه? ينفع في الباست present. بس شكل الفعل هيبقى على حسب شكل التنس نفسه. حسب شكل الزمن. هنا عندي استخدامها بنستخدم اس عادي مع الفعل. ازا كان الفعل مفرد. يعني احط اس بقى ويس اه. اه. ايه ده مش هتبقى زي doesn't? لا. طبب الشكل ده. doesn't cook. شايفين لما حطيت doesn't? حطيت cook من غير ايه? اس. ده فوت. بصوا بقى هنا بجعت الاس عادي. يبقى never برجع الاس عادي. لكن doesn't هي اللي بتكتب من غير ايه? اس. دي الحتة الوحيدة اللي لازم ناخد بالنا منها. ناخد بالنا بقى من قاعدة معينة. القواعد ديه المفروض ان هي لها استخدام واحد بس بس نقولها دلوقتي. after as soon as when once before by the time. after معناها بعد. كلمة as soon as بعد ابو مجرد ان. وين عندما. كلمة once برضو معناه هنا عندما مش زادة مرة. كلمة before by the time الاتنين معنا قبل. هيجي بعديهم جمل دول هايزين تحافظوا بقى. يجي بعديها present symbol مدوارة بسيط او present perfect مدوارة تام. مدوارة التام ده يا جماعة هناخدوب التفصيل في unit three. اللي هو بتاع have وهاز بلاس بي بي. وطبعا present symbol لسه شرحين. والجملة التامية بتبقى future symbol المستقبل بسيط اللي هو كلمة will او negative بتاعها want. اللي هي سوفة او سوفة لا. plus infantil. بالشكل ده. بتبقى منظرها سهل اهي. بعد ما عادل يخلص الشغل بتاعه. هيروح النادي. هو هيروح النادي. بقى هنا present symbol والتانية future symbol. برضو ممكن كده. as soon as i drink present symbol بعد ما اشرب هذا الشاي. هروح انام. نفس الفكرة. اهي. when saw has good. اهو ده المضارع التام اللي بتكلم عليه. والجملة التانية will wash the dishes. بقى حط present symbol او perfect. مضارع بسيط او تام. والجملة التانية مستقبل بالشكل اللي قده. طيب. كمان ممكن نفس مجموعة روابط دي اللي احنا ريتس هشرحينها. تيجي في النص. برضو جات في الاول جات في النص. بعدها present symbol او present perfect. بعدها مضارع بسيط او تام. وقبلها مستقبل برضو. هيجي قبلها will i want. انا مش هلغبة دماغي. انا المجموعة دي جات في الاول جات في النص بعد يوم present. بعد يوم ايه? مدورع زي كده. مونا will watch tv once she studies english. ادي وانس اللي بتكلم معنا. جاي بعدها present symbol وقبلها future بنفس الطريقة. اهي. will clean his room as soon as he has finished. as soon as جاي بعدها present perfect وقبلها future بنفس الطريقة. i'll phone you. انا هتصب بك. when i do. هيجي بعدها present وقبلها future. عايزة تتحافظ وياه سهلة. ما فاش مشكلة. ناخد كمان تيلو وعم تيلو. دولا بيجوا في النص بس. دولا معناهم حتى او لغاية. دي جايين في النص. نفس الشلة اللي فاتت بس الاختلاف عنهم ليه ما حطتهمش. المجموعة اللي فاتت كت في الاول او في النص. المجموعة دي بتيجي في النص فقط لغير. في النص فقط لغير. هيجي بعدها مدارع تام او مدارع بسيط. هيجي present symbol برضو قبلها future will i want. اذا نفس الكلام. بس احنا قلنا دولا بيجوا في النص ايه? فقط لغير. زي كده. i'll watch tv until you come. انا هتفرج على تيلو لغاية لما انت تيجي. برضو. so i won't eat مش هتاكل until her sister comes. ممكن يجي قبلها موثبت او ما فيه ما عندناش مشكلة. ناخد بالنا بقى على استخدام المدارع البسيط في العادات. احنا لسه واخدينه. في عادة في المدارع بقى. عندي كزا كلمة تعبر عن العادة في البرزنت. العادة في المدارع. اول واحدة am is or use to energy. ودي شرحناها. لما قلنا ان هو معتاد على. طيب هنا فعلي بيحصل لغاية دلوقتي. العادة لغاية دلوقتي. اهو. لما قول علي is used to getting up early is. وحطي تلاقي energy is getting up early. برضو بستخدم it is not habit. ابصرف اس دين ملكية. هيجي هنا اسم جماعة. اسم حد. اول كده. ابصو. it is عالي is habit. انها عادة علي to get up in. لانه يصحى بدري. وهكزا. عندي كمان am is or in the habit of. يعني في عادة. هحط هنا. the habit of. يبقى هنا in the habit of. بيجي بعديها اين جي او نعود. زي كده مسلا. علي is in the habit of getting up early. in the habit of getting up early. في عادة الصحيان بدري. هنا كمان. it's habitual for. يعني من العادات لشخص. بس دي بيجي بعديها ايه? طول منظر الحاجات دي عايزة اكتابها وتتحافظ عشان ما نتحقش على بعض. اهي. it is habitual for علي to get up early. انا هزاكر ازاي الحاجات دي? معي ورقة وقلم. اوقف الفيديو سواني واكتبها am is or in the habit of وكاسة. الحاجات دي المفروض يعني هتبقى متقدمة شوية في اللغة. يعني حاجات متقدمة في منهجكو بس متقدمة شوية. advanced شوية لبعض الطلبة اللي عايزة تثبت الحاجة. لكن مش موجودة صراحة في منهجنا صراحة قوي. بس ممكن حد من يبيحط الانتحال يحط لنا حاجة زي كده. لك انت ممكن تستنتجه طول. فانا بحاول ساعدكو على استنتاج الحاجات دي. لكن صراحة في المنهج بتاعنا? لأ. ايه تاني? ام و is or in the habit of ing. اتس بابدأ بيتس. بحط الشخص هنا الفعل. ان هنا كنت بادئ بيه. لكن هنا هحطه في النص. بس ييجي بعدين طول انفانة. انا هكتبها كزا مرة لغاية ما تثبت معي. ناخد بالنا كمان من حتة بقى مهمة. ندخل فيه المضارع البسيط بس في صورة الايه? الباسف. المبني المجول للمضارع البسيط. الباسف بتاعه. لو ببدأ بالمفعول به. وابدأ بالوبجكت وبعد كده اموي زؤار وتصفت. ايه الباسف ده? عشان لو في حد مش فهمه بالعربية. لو المبني المجول. ان انا ببدأ بالمفعول به. مش ببدأ بالفعل. ببدأ باللي يقع عليه الفعل. اللي بيحصل له الفعل. يعني مسلا يين فاقول الاكل طبخ? لا الاكل الطبخ. او بيت طبخ. مش هو اللي فعل? هو اللي يطبخ. هيطبخ دي? باسف. اني بدأت بالايه? بالاكل. العربية بتاعتي بتغسل? لا بتتغسل. وكزا. الدرس بتاعي بيشرح? بيتشرح. الواجب بيعمل? لا بيتعمل. ممكن كمان الانساني بقى هفول به. علي بيعاقب? او بيتعاقب على عدم عامل الواجب. ايه ده ممكن الانسان? فلان بيتضرب في كزا. او دربة في كزا. يبقى انا هبص للجملة من معناها? هعرف ان الجملة دي. في الباسف. في البرزن سيمبل. ام و از و ار. والتصريف التالي. بس بابدأ بمين يا جماعة? بالاوبجي. اهي. المنزل ينظف يوميا. انجليش لسونز دروس الانجليزي جامع. ار اكس بليند تو اس. تشرح لنا. مش بتشرح. تشرح. كبه هنا احط ام او از او ار. وتصريف ايه? تالي. ناخد بالنا كمان لو حبيت ام فيها. ايه التلاتة. وبرضو تصريف تالي. اهي. انا لا اعاقب. مش لا اعاقب. لا اعاقب. من اجل الواجب. برضو كمان لو حبيت ابدأ سؤال. هبدأ بام و از و ار في الاول. واحط الابجيكت وبعدها التصريف التالي. هل الديسكات بتنظف? ادي ار الفعل المساعد. تصريف تالي. هنا ازا علي بانجد. هل علي بيعاقب على عدم عمل الواجب? يعاقب. مش يعاقب. يعاقب. بعدها التبئيز. والفعل علي. ودي تصريف تالي. بقى هبدأ بفربيتو بي الاول. وبعد كده الابجيكت المفهول بي. وبعد كده التصريف التالي في صغة الايه? الباسر. ناخد بقى في المبني المجول بقى بس في الباست في الماضي. احنا خدنا المضارع. ايه هو الماضي? نفس الفكرة بس احط طبخة. الدرس الشرحة. علي عقبة. وكذا. ادي المسال. عارفت ان هي ماضي من last month. was painted. ده هنا. اتبيض. ده لسونز. الدروس. where studied? زو كرت. تمت مذاكرتها امس. مش هي اللي ذاكرت. ات ذاكرت. فبقت هنا ايه? باسر. برضو في حالة النفي في الماضي. wasn't or weren't. والتصريف التالي. the car wasn't وجد. السيارة لم تغسل امس. تامر عند علي. weren't beaten. لم يضربه. ما تضربوش مبارا. يبقى حطيت wasn't or weren't. والتصريف الايه? التالي. نفس القصة لو حبيت ابدأ سؤال في الباسر في الماضي. هتبقى هنا. was where في الاول? وبعد كده تصريف تالي. was the food cooked? هل الطعام طبخة? ولا طبخة? طبخة. مش هبدأ بديد. هبدأ بها يا جماعة. was the food cooked? where the doors brought? هل البيبان احضرت? تم احضرها. يبقى هنا بحط was or where? المفعول به? وبعدين ايه? تصريف تالت? واكمل السؤال عادي. ندخل بقى في او الملاحظات اللغوية. في بعض الكلمات في استخداماتها على شوية ملاحظات لازم ناخد ملاحظات. هما الهقة كتير قوي. انا لم تركوا اهمهم. اهمهم. لو جبناهم كلهم كتير قوي قوي ايه. تعالوا بتنظره two units وكل units في two parts يعني اربع اربع اجزاء كتير قوي. دول اهمهم. اول كلمة عندنا كلمة breath. ولو تاخدوا بالكو فيها ايه تي. ده verb وينفع في الماضي احط له دي. معناه ايه بقى? معناه يتنفس. ده verb معنى يتنفس. اداء ايه ايه او القيام بالسي بي ار لو التنفس الصناعي ده ساعد الرجل على التنفس بطريقة طبيعية. يبقى هنا breath verb معنى يتنفس. لكن نركزوا في الجاية breath من غير ايه. دي عبارة عن اسم. عبارة عن ايه? نون اسم. هنا يبقى لو حطلق ايه بمعنى يتنفس. لجان دي النفس نفسه او التنفس نفسه. النفس بتاعي. اهي. عادي قوي ان النفس بتاعنا النفس بتاعنا يكون دافئ. بقى ده verb وده نعمل الاختلاف حرف ايه? الايه. تاني حاجة عندنا مهمة الفرق ما بين arrive, reach وget to. التلات كلمات لو حطيتهم على جوجل همعناهم يصل. هل هم زي بعض? لا. كل واحدة منهم بيها اختلاف شوية. ناخد arrive الاول. arrive دي معناها يصل. وفعلي لازم لا يتبعوا مفعول به يصل. يوصل. اهي. my father hasn't arrived yet. ابي لم يصل حتى الان. دي انا ممكن احط وصل او ما وصلش عادي. لكن لو حبيت احط مكان بعد يصل هتختلف العبالين. ازاي? اهي. هحط arrive at. هحط لقى حرف الجر at arrive. يصل الى مكان صغير نسبيا. مثل مدرسة, المطار المحطة النادي. فلو راح لمكان صغنا محدد هحط اهي. اهي. رودينة arrived at. كايرو ايربورت مطار القاهرة الساعة تسعة مساعة. لكن نركز في دي بقى. هحط arrive in arrive in. يصل الى برضو. هيجي معناها مكان كبير نسبيا زي مدينة دولة عاصمة قائمة. لو مكان محدود اهي. دولة مدينة عاصمة. هستخدمي يا جماعة اين? اهي. رودينة arrived in. كايرو. كايرو سبري مفتوحة قاهرة. مكان كبير هياخد ايه? اين? تمام? ناخد برضو الكلمة التانية. كلمة برضو معناها هيصل. يصل دي مهمة جدا. يصل الى بدون حرف جارد. ماشي? ايه ده? يعني هيبصوا. رودينة اذا مش مكان صغير احط ايهات ولا اين ولا كلا لا. ريتش ما بتاخدش حرف جارد. يصل الى مش مفتوحة حط الى. لا لا خلص. ريتش ما بتاخدش حرف جارد. وهيجي بعدها مكان صغير. مكان كبير. مفيش حرف جارد بعدها. الحاجة التالتة كلمة يصل الى. اهي. جيتو بقى يصل الى مكان كبير او صغير بحرف الجارد بتاعها يا جماعة. يبقى بتاعتنا سبتة. ريتش ما بتاخدش حاجة. مكان صغير. اين مكان كبير? قلنا ريتش ما بتاخدش حاجة. مكان صغير او كبير. اهي. رودينة جوت تو كايرو ايربورد. رودينة جوت تو كايرو. في الحالتين بحط ايه? تو. نخلي بالنا من حروف الجارد دي قوي قوي قوي. البوينت اللي بعد كده كنتين وكلمة التالتة كونسيستو افو ناسية ما بيتلغبطوا فيها. تعالوا في اول واحدة كنتين. كلمة كنتين معناها يحتوي على شيء موجود بداخله شيء. شيء مادي جوا شيء. حاجة جوا حاجة. يعني معي شنطة. الشنطة تحتوي على. ليه ما? كراسات ادواتي. بقى هنا يحتوي على. بقى دي ما? حاجة جوا. ماسك ازازة او علبة جوا عصير. يبقى العصير ده جوا. شيء مادي جوا شيء مادي تاني. اوكي اهو. دي سباك كنتينز تحتوي على بعض ايه? الالام والكتب. الكلمة التامية كلمة ودي معناها يتضمن او يشتمل على. يتضمن. هنا بعض مكونات الشيء وعادة بتكون معنوية. دي كلمة يتضمن. يعني من ضمن مكوناته. من ضمن مكوناته. مش محتوات داخلي. مكوناته زي كده. يعني برنامج الرحلة. هل برنامج الرحلة ده? مسكه باديا جواه? يعني بفتح الرحلة? وطلع من جواها حاجة كزا? ولا انا بتكلم عن حاجة معنوية? درس الانجلش بتاع النهاردة. فيه وفكاب. هو الجرامر ده هفتح كده اخد شوية حطهم في جيبي او انقلهم في حتة تاني زي ما قلنا من شوية الشنطة بتحتوي على ايه? الشنطة بتحتوي على اقليمة ومساطر وحاجات زي كده اقدر اشيلها وحطها وعملها. قلت مسكه زيزة تحتوي على عصيرة اشيل عصيرة احطوا في حاجات تاني. حاجات مادية. لكن هنا يتضمن حاجات عادة بتبقى معنوية. مش ملموسة بالايد. كلمة التالتة كلمة كونسيستو. كونسيستو مختلفة عنهم اللي لازم يحط فيها حرف الجر ايه? اف. دي هتكون من بكلم مكونات الشيء. مكونات بقى داخلية او خارجية. مكونات داخلية. كل مكونات. ولازم حرف الجر اف. عشان كده هي مختلفة بالسهولة قدر اميز اهي. اهي. اللي بيميزها. النقطة اللي بعد كده. اندينجرد و دينجرس. الاتنين ولادة عامة بعض. كلمة الاولانية كلمة اندينجرد. معرض للخطر. معرض للخطر. دي ادجكتف صفة. بصو كده. the workers in the cave are اندينجرد. وهي كلمة واحدة. كلمة التانية اسمها دينجرس. معناها خطير. انا باوصف حاجة انها خطيرة بقى. هي مصدر الخطر. اقول كده السكاربيون العقرب is very dangerous. هنا. هنا هو اللي معرض للخطر. لكن هنا هو مصدر الخطر نفسه. هو اللي دينجرس. عندنا كمان اربع كلمات كلهم فيهم name. for name, surname, ben name, and nickname. الاربع كلمات ممكن يقولي. ايه الفرق بينهم هنعرف دلوقتي. هنبدأ بfor name. for name يا جماعة ده الاسم الاول. ساعاتي تكتب for name او ساعاتي تسمى first name. وده نعون. ده معناه الاسم الاول. اسم الشخص نفسه. اسمه. او my name is رودينا محمد ديوشي. my first name is رودينا. رودينا ده الاسم الاولاني. رودينا ده الاسم ايه الاولاني. كلمة التانية surname. بتسمى لقب او اسم العيلة. surname last name family name. الدولة السنة المزي بتاعته. يبقى surname last name اخر اسم خالص. او family name اسم العيلة. بيبقى اسم تملي مميز. my name is رودينا محمد ديوشي. my surname is ديوشي. ديوشي دي هو اسم او لقب العيلة. كلمة التالتة. pin name. pin name اسمه مستعار. يستخدمه بعض الكتاب بدلا من اسمه. حتى بين اسمه. pin name اسم الالم. كان زمان منتشر الحتة دي اوي. في الكتابة كان ناس تخاف تكتب اسمها او مش عايزين يعرفه الناس ومامين. وبعض المراحل العمرية كان ممنوع المرأة تكتب. فكان بيكتب باسمه مستعار. كان فيه حاجات كتير قوي كده تمنحه. فكان بيكتب باسمه مميز كده. اسم كده مختلف خالص. زي اسمه اسم مستعار. الوقت الناس بتعمل كده على الفيس. يعني واحد يكتب اسم على الفيس مختلف خالص على الاسم بتاعه. وهكذا. زي كده. she wrote under the name of bint الشاطئ. كان فيه كاتبة زمان اسمها ليلة. كانت بتكتب كان ممنوع كتابة المرأة. فكانت بتكتب وكانت كتاباتها حلو. فعشان كده كانت نسميها نفسها بنت الشاطئ. اخر واحدة معانا بقى كلمة وده اسم الشهرة. ده اسم زي اسم كده بيطلق عالشخص. وده منتشر او او بين الشباب خاصة بيلعبوا كرة ولا حاجة. لعب مسلا بيلعب حلوة بيلعب محمد ميسي زكا ميسي. هو مش بقول له مش هو ميسي طبعا. هو لقبه عشان بيلعب كويس جدا. وكذا. بصوا زي دي. ملك مصر ده يعتبر سر نيم يعتبر نيك نيم قصدي لقب لمحمد صلاح. مفيش في حد فعلته اسمه بس ناس الانجليز يسمينه بالاسم ده. كده احنا لمينا بقدر امكان الجرامر والفوكاب او الحاجات المهمة في فروقات اللغوية اللي موجودة عندنا. تعالوا نحلوا مع بعض دلوقتي هنحل الاسئلة بتاعة بنك المعرفة عن وينة وينة تو كاملين. تعالوا كده اول واحدة. طبعا عندنا في اسئلة في الامتحان بيجي لي خمس اختيارات واختار منهم ايه? اتنين فقط لغير. بقول لي ده جلب بوكس آيلانس اسمك زيرة. ان ايكوادور. ار في مصفور مشهورة به. ذير يونيك انيملز. حياناتهم النادرة. يونيك اللي موجودة دي اللي هي النادرة. كلمة يا جماعة يعني عكس. او يعني مضاد. مضاد او عكس ايه? عايز العكس بتاع يونيك. حاجة نادرة. طب الحاجة دي تشيب رخيصة? عكس نادر رخيص? لا. شائع اه تنفع. شائع او منتشف. صغير? لا. نورمال عادي او حاجة نادرة طب حاجة عادية. طب استرونج قوي عكس نادر? لا طبع. اللي بعديها. انا ما بحبش اعيش في شوارع مزدحمة. بيزي هنا. يعني نفس المعنى المراضب بتاعها. هنا بيزي شوارع زحمة. تنفع نويزي ايوة. يعني مليانة ضوضاء. نارو ديقة. لا مش شرط ما ممكن يكون الشرعة ديقة بس مش زحمة هفوش دوش. مزدحم ايوة. ممكن بيزي تبقى مزدحم. كويت هادئ بيك كبير. طبعا لا. العلماء بيحاولوا يقللوا زيت البترول. يقللوا ايه? زي امباكت التأثير. سيفتي الامان. لا. ريسبيكت الاحترام. ديفلوب منت التطور. طبعا امباكت. بيحاولوا يقللوا تأثير زيت البترول على البيئة. يجب ان نشجع الاطفال. يلعبوا بلعب مصدرات. مصنوعة من كزا. مواد طبيعية صديقة للبيئة. يسمعها موضوعات مواد خام مكونات ايشيز. طبعا هي مواد زيال بلاستيك مسلا. اللي هو ركوب الدراجات ايه تماما شكل من اشكال المواصلات. ده غير متجدد. يمكن اعادة تصنيعه او انتاجه او استخدامه. لها معناين معناه دائم او مستدام ومعناه صديق للبيئة. لان العجلة يا جماعة ما نحطش فيها بترول ولا بتطلع عوادم. مؤقت طبعا هي ساستينابل ساستينابل. لثيف الحرامي نقط شنطة الست من ايديها. وهرب وهرب. الحرامي نقط زاليدز هاندي باج. جند حصل على جر او سحب او شد صح? جاب يعني فجوة. ربد سرق. طبعا هنا رب بيجي بعدها مكان او شخص. مكان او شخص. وهنا جر الشنطة وتلعي يجري. في رأيك. كيف تستطيع دولة هنا تستفيد من. بتبقى حرف الجر بتاعها. تستفيد من. انا ممكن احط اوفا تبقى فائدة من لكن انا هنا بعد فاعل وفاعل. لمدة خمس ساعات. الجنود نقط اكروس. جبل سيناء. لمدة خمس ساعات نقط اكروس. طبعا طبعا تريك اكروس. اللي هي? يدخل في رحلة عنيفة او قوية او صعبة شوية تريك. بيحاول العلماء بشدة تنقط زى ايكو سيستم ايفريوير. ايكو سيستم. النزوم البيئي. ايكو سيستم. يبقى العلماء بيحاولوا بالقوة تنقط زى ايكو سيستم. يشكوا. ديفيكت ريفليكت يعكسوا. بروتكت يحموا. طبعا بيحاولوا بروتكت. بروتكت يعني يحمي. نحن نقعد بالكسير لمدرسنا في كل مكان. نحن ندين بالكسير. نمتلك. نحترم ما تنفع. نحن نحترم بالكسير لي يعني نحترم بالكسير او نقدر بالكسير. او يعني علينا فلوس او علينا خدمة او علينا حد عمل لنا حاجة. طبعا هنا. قلنا امتلك يعني احنا اللي نمتلك الحاجة. لا احنا ما ديونين المدرسين بحاجات ياما. لما نجحت في الامتحان الاخراني. انا كنت فوق الامر. ده ترجمتها الحرفية. كلمة يعني فرحان بشدة. معناها فرحان بشدة. طبعا ايوز هابي كنت سعيد جدا. شديد الفرحة او شديد السعيد. الحيوانات اللي كزا بشدة او بقوة. في خطر من. الانكراد. يبقى الحيوانات اللي كزا اللي هي محمية خطيرة منعزلة معرضة للخطر. طبعا المعرضة للخطر هي اللي ممكن تنقرد. المكان هي رائع. انه رائع وايه? يبقى المكان هي رائع جدا. عايز صفة كويسة. ريليد ريلاكسنج بورينج ممل بورد زائر. طبعا ريلاكسنج. يدعو الاسترخاء كده. مكان هادي جدا. يعني انحاني بيبص كده بجسم نصه مرمي بره دا لكونا. وين هي نقاط هز موبايل? وين هي نقاط? هز دروبد? هز دروبد? ووس دروبد? دروب. طبعا دروبد بس احنا لسه واخدين على قد قواعدنا لغاية دلوقتي. وين بيجي بعدها فاكرين باست سيمبل. لغاية دلوقتي احنا لسه ناخد لها خمسمائة قاعدة تاني السنة دي ان شاء الله. بس لغاية اليونتس اللي علينا باست سيمبل. ما يعني بيع في محل لمدة عشر سنين. بيشتغل عامل في مصنع. وهو حاجة بدأت في الماضي وانتهت خلاص. يبقى استخدم عاملة في كزا لمدة عشر سنين. بيشتغل حاجتين. يبقى هنا. كلمة يا جماعة من الحاجات اللي لازم يجي بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط. يبقى هيجي بعدها طب هبصر الجملة انا من الافضل اني اخرج ولا مخرجش. مخرجش. يبقى هنا تبقى didn't go. I'd rather you didn't go. وهو ده بس سيمبل بس نيجاتف. النفي بتاع الماضي البسيط didn't والمصدر. I enjoyed seeing the view of the nail while the plan نقط. قاعدة ويل بيجي بعدها فاعل. يبقى ووز اول وينجي. يبقى هنا هستخدم ايه? ووز لاندينج. انا استمتعت بمشاهد او برؤية المنظر بتاع النيل اثناء ما الطيارة كانت بطهبت. while past continuous. when I went to the workshop the mechanic not my car. so I had to eat. when I went. عندما زابت when جايب بعدها بس سيمبل. جملة التانية past continuous. was where energy? طبع هنا was repairing. was repair. قاعدة مباشرة جدا. just as برضو قاعدة مباشرة بيجي بعدها was aware وانا رايح المدرسة. I saw police man. شوفت راكل شلطة. helping an old woman cross the strip. ساعة ستة كبيرة تعدي الشارع. I met a lot of old friends. انا قابلت اصدقاء من اصدقاء الودامي قوي. not my cousin's wedding party. my cousin's wedding party دي يا جماعة ناون. تخيلوا. مفيش فاعي. مفيش هو زوير. اينجي. مش ويدنج دي كلمة اصدقاء حفل زفاف. حفل زفاف. كلمة دي يا جماعة عادية خرص. حفل زفاف. يبقى هنا هحط يا يا جماعة كلمة ناون هيجي معا كلمة during during my cousin's wedding. اثناء حفل زفاف ابن عمي. what not at eight bm yesterday? حددت الساعة واليوم. حددت الساعة واليوم. يبقى باست كونتينس. was where? وانجي. طبع. where you doing? what? where you doing? عشان طبعا صيغت السؤال. حطيت where you? مش you where? where you? عشان ده سؤال. الفعل المساعد الاول. بعد الفعل. الهلبينج برب وبعد كده السوبجيكت. while i know at home my uncle suddenly. مفروض while بعد يا عماضي مستمر. واحد كده. I was doing. I was being. لا. ما احنا قولنا مش هينفع بينج معاوز. عشان ما تجيش في الاستمرار. طبع. while i was at home. بينما انا كنت في البيت. while i was at home. مش هحط بينج عشان الجملة دي مش باسف. we were doing our homework while our little brother not tv. احنا كنا بنعمل الواجب بتاعنا بينما اخويا صغير كان بيعمل ايه بتفرج على التلفزيون. فعليا طوال بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت عادي جدا. الاتنين مستمرين. while كده كده في اي حال من الاحوال قدام فيه سوبجيكت بعدها فعلا. was where i nj. هتبعينا was watching tv. watching tv someone knocked on the door and asked for help. انا عندي watching i nj. هل هنا في فعل يا جماعة اي او هي او شي او عالي او هيبه? لا. ما عنديش فعل احط مين? while. while watching tv. اذا مش هديجي معاوز و just as? لا. while بس اللي هيجي بعدها i nj. وزاوز اي نجي من غير فعل. don't make noise. ما تعملش ضوضاء. while your father نقط. while while هيجي بعدها يا جماعة. بغض النظر عن النص الاوليني. بعدها فعل طويل. ماضي مستمر او مدارع مستمر. is sleeping. سوين يا مستر. ايه الجملة دي جايبها? long man او bank المعرفة. دي جمل اسمها background. وجمل استنتجي. انت استنتجة. لما يبدأ الجملة بالمدارع مع وايل يبقى الجملة التانية مدارع مستمر. يعني ممكن نعملوها قاعدة كده نعرفوها بالزبط. وايل. هيجي بعدها قبلها present. مدارع. مدارع بسيط او صيغة او. هيجي بعدها مدارع مستمر. مدارع مستمر. هيجي مدارع ايه مستمر? هيجي مدارع عادي. مدارع بسيط. او هيجي امر. اللي هو. زي ده. هقول. don't make noise. لا تعمل ضوضاء. بينما ووقع نايم دلوقت. عشان ده مدارع ان هيجي تبقى مدارع زيها. والحتة دي انا اخضوها بالتفصيل بعد كده. ندخل في الترجمة. سؤال الترجمة اللي بعضكو مش عارفه. جديد عليه. ايه سؤال الترجمة? بيجيب لي جملة بالعربي ويكتب ترجماتها بالانجلش او العكس ترجمة بالانجلش. لطلب بني ترجمها بالعربي. زيادة الصادرات يرفع من دخلنا القام. نمسك حتة حتة. زيادة الصادرات. طيب احنا عندنا ده اسم مضاف ومضاف ايه? حاجة بتاعت حاجة. لما حط حاجة بتاعت حاجة بحط حرف الجر اف. باب الغرفة. زيادة الصادرات. تبقى زيانكريز اكسبورتس? لا. دي انكريز اوف اكسبورتس. حاجة بتاعت حاجة. زيانكريز اوف اكسبورتس برضي صح. دي انكريز اوف اكسبورتس. كده التلاتة دولة صح بمسكها حتة حتة. يرفع من دخلنا القومي. هو زيادة الصادرات. انا عايدة على الصادرات ولا الزيادة? الزيادة هي اللي بترفع مش الصادرات. زيادة الصادرات. هنا في المضاف المضاف ايه باعتمد على الكلمة الاولى. حاجة اوف كزا? ما ليه جوعب اوف دي? ليه دعو بالقبلة? دي مفرد. بقى تبقى ريز الصح هحطي لها اس لسه واخدنا في طب تنفع ريز? لأ كده غلط. بقيت الجملة غلط. ريز الصح بقى عندي جملتين صح. دخلنا القومي. ولا اوار ناشونال انكم. اوار ناشونال انكم. ليه التانية. ليه مستر با اوار ناشونال انكم. عشان في اللغة الانجليزية برد دخل لنا القومي صفة وموصوف بنترجمه بمشاهل. تترجم قومي داخل. تاني. لما ما هو صيارة جديدة بترجمها ايه? اكار نيو ولا انيو كار. ترتيب الصفات في العربي عكس ترتيبها في الانجليزي. عكس ترتيبها في الانجليزي. عشان كده قلت الاشنال مش انقام ناشنال. ناشنال انكام. تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربية. تستخدم كده اخدق واحدة واحدة. تقلل. هو عايز هنا توليد. صح. تولد صح. هنا مش احط اني مش اعتادة ان. طيب. في بعض الطاقة الكهربية الالكتريسيتي. في بعض محطات الطاقة. in some huge power stations. in all. لا. اجابة التانية هي اللي سليمة. جميعنا مسؤولون عن حماية البيئة. حتة حتة. جميعنا مسؤولين عن حماية البيئة. we all are responsible for protecting the environment. سليمة. we are have the responsibility of. لا. فور غلط. responsibility of. هنا responsible for responsibility of. ماشي? we are all responsible. يعني غير مسؤولين. لأ احنا مسؤولين. we all have the responsibility to prevent prevent نمنع. انا عايز يحمي. في وقت الاورانية انكملة. فهي ليست مهمة الدولة ومناظرات واحدة. it is not the task of only the state and organization. مش بس بتاع الدول وده. فعلا الاورانية هي اللي صحة. ترجمة اللي بعد كده العكس. tourism is considered a main source of national income. tourism السياحة. considered تعتبر. main source مصدر رئيسي. national income دخل قومي. تعتبر السياحة مصدرا رئيسي من المصادر الاقتصاد القومي. لا اش مش اقتصاد. دخل. income دي يعني دخل. اللي مش حافظها يحفظها. تعتبر السياحة مصدرا رئيسي من مصادر الدخل القومي. صح. تعتبر السياحة مصدرا رئيسي من مصادر الدخل القومي. صح. تعتبر السياحة مصدرا رئيسي من مصادر الدخل القومي. صح. تعتبر السياحة مصدرا رئيسي من مصادر الدخل الاسري. الاسري دي غلط. بقى عندي اتنين صحة دلوقتي لذلك يجب أن نجذب الكثير من السياح لزيارة مصر تماما ولذلك يجب علينا أن نجذب القليل آه كلمة القليل دي غلط بقيت الإجابة الوحيدة هي التانية السريمة دي طريقة التعامل مع الترجمة العديد من أنواع الحيوانات والنباتات معرضة للخطر كثير من حيوانات العطوفة في كلمة كايند كايند دي أنواع تبقى العطوفة دي غلط أنواع كثيرة من حيوانات والنباتات معرضة للخطر صح هناك أنواع كثيرة من حيوانات والنباتات الخطيرة هي معرضة للخطر لسه شرحينها فالخطيرة مش دينجرس دي. تتعرض الكثير من انواع الحالانات ونباتات للخطر. بقى عندي الاتنين صح مش نفس الترجم بس نفس المعنى. هنا هنا كامل. كلمة بتيجي من غير والآ والآن ولا زيها تترجم الانسان او المرء. تترجم كده. مش ترجم الشخص او او كده. اتبع لزي هيجيب على الرجل? لا مش هتترجم الرجل. ان يدفع اهتمام ويدفع غلط. يعني يهتم اكتر. يهتم اكتر. يهتم مش يدفع. فغلط من كل ناحية كمان. لزلك يجب على يجب ان يهتم الانسان بالبيئة بشكل اكبر. اه كده صح تمام? تبقى الترجمة الاخيرة هي اللي صح. ندخل بقى في او بنك المعرفة او بنك المعرفة. يجب ان كلمة افويد يتجنب نقاط هارم. يسبب الضرر. صح? طبعا اطوبة هنا ناخدنا كوز هارم ودو هارم. اللي اتنين بيجوا مع كلمة هار درر او ازب. هي عبرت عن رغبتها. تساعدنا. كلمة الرغبة. السننم بتاعها. السننم دي يعني مرادف. يعني نفس المعنى. مرادف بتاعها هيبقى. كلمة دي زي موشن حركة. موشن مشاعر. يعني يريد او رغبة صح? ووش يخسل? وش امنية? طبعا هي وش? باية ووش. اوار نيبور ايز جارنا يكون نوع. هي اولوز بايز سويتس. تماما اللي بيشتري حلويات? فور اوار تشيلدر اللي اطفالنا. ان دي هلبس زنيدي. بيساعد المحتاجين. وهو ايه? انكايند غير طيب لا هو طيب. انبش يستموح. مالوش علاقة بالطموح. يعني كريم او ساخي. وهو هنا مستويات الحديد في دمنا. يجب ان تفحص. هنا تفحص. صح? تصدم. تتهز. تفرح. طبعا هي يعني تفحص. تتراجع. اشوف النسبة صح? عالية واطية اعمل فيها ايه? احد اشهر الامراض اللي موجودة عندنا الشائعة نواديز. ايه بقى? سعادة. طبعا هنا ضغط الدم. نحن جميعا نقاط محمد صلاح بسبب تالنت يعني موهبة. يعني ادب او اخلاقيات. طبعا احنا كلنا ادمت نعترف ادماير نوع جب بيه ابيل ولا نقرأ. طبعا هنا ادماير محمد صلاح نوع جب محمد صلاح. النجاح في الحياة. يعتمد على النجاح. هنا مش مكان يعتمد على يبقى بيزد اون. اما ليه بيزد اين دي? بيزد اين بيجي بعدها يا جماعة لو تفتكروا بيجي بعدها مكان. لكنها يعتمد على بيزد اون. قواتنا المسلحة الشجاعة. تستطيع ان بلدنا ضد اين اين من اي عدو في اي وقت. هنا يبقى قواتنا تستطيع ان تحترم بلدنا. اتاك تهجم. تشك. تحمي. طبعا هنا بروتكت. قواتنا المسلحة تستطيع ان تحمي بلدنا في اي وقت ضد اي عدو. ده وورلد بلاد دونر. ده على بعض. يجب ان نشجع الناس ان هي نقطة الفلوس للجامعات الخارجية. يعملوا بها الفلوس. برو يسترفوا الناس يسترف من الجامعيات. او تدين طبعا مديونة على فلوس. دونيت تتبرع وانت امتلك. طبعا يا دونيت. دونيت ماني تتبرع بالفلوس. سام يونج من بعض الشباب الصغير. نقط زا اول دي ليدي الستة الكبيرة. اوف هيرت جولري مجوهرتها. واسرقوا منها مجوهرتها. طبعا هنا توك زا اول دي ليدي اوف لأ. روبد او. طب ليه مش هتنفع. دي بيجي بعدها الشيء نفسه المسروء. الشيء المسروء. يعني ينفع يجي بعدها لكن روبد دي الماضي بتاعها يا اصطها كان روب وده البس بيجي بعدها المكان او بيجي بعدها الشخص نفسه او بيجي بعدها الشخص نفسه. اوكي? طبعا بالشكل ده. روبد. يبقى جايب لها انسان. ذوس هو ار بدلي نقط الذين ايه بطريقة سيئة في المصانع الكيميائية محتاجين نقل دم. يبقى هنا بدلي ومصابين اصابات بلغة اشتركوا اشتركوا طبعا هنا ليه? عشان محتاجين نقل دم. يوم هاي اللي اشترك محتاج نقل دم ليه? لازم يكون مصاب عشان يحتاج دم يتنقلو. الاباء يلعبون ايه هاما? في كده دورا هاما. بس ما يا جماعة? رول. دي رول يعني قاعدة او قانون. ريل حديد. الحاجات دي كلها مش هتنفع القطبان الحديدية. طبعا يلعب دورا رول لابل او. الشرطة تبحث عن نقاط. عشان تفك الشفرة او الغموض بتاع الجريمة. دي غموض وديك جريمة. يبقى هنا عملات كيز كلوز كلوز. طبعا الاجابة دي كلوز يعني دلائل او ادلة لفك هذه القضية او فك شفرة الجريمة دي. انواط ازا سبيشاليست متخصص. او ستودين طالب. in the area of science that. في العلم الذي يتعامل معه. with living things. الكائنات الحية. اللي هو علم الاحياء. يبقى اسمه ايه? بايلوجست. عالم في علم الاحياء. اه سايكلوجست عالم علم النفس. جيولوجست عالم الجيولوجيا. الارض والسخور. كيميست كيميائي. الاشجار بتمتص ثاني اكسود الكربون. and not as oxygen. وبتدينا اكسوجين. يبقى هنا تدينا. are given تعطانا? لا هي تعطينا. طبقى هنا give. give us and. ليه هنا? الاشجار جمع يا جماعة. انا بتكلم عن حقاق فهستخدم present symbol. حطيت give في المصدر عشان تريز جمع. قلنا الجمع اللي بعديه فين في المصدر. لكن هيو شيوقيته المفرد احط اس او اس. I know how to work every morning. it's my habit. it's my habit. دي العادة بتاعت. لسه بتحصل لغاية دلوقتي. لسه بتحصل لغاية دلوقتي. يبقى هنا I am used to walking. ما احنقول لنا حاجة لسه بتحصل بحط am is are used to and ing. اهي am ودل ing زي الفول لهي. have you visited your friend in hospital? هل زرت صديقك في المستشفى? قالوا yes. I know how to him yesterday. day. الجملة اللي فيها النقط فيها كلمة ايه? yesterday. تبقى bust simple. مستر السؤال به you. انا مرجعه بالسؤال. ليه يا ده ابو الاجابة? انت زرته اه زرته مبارا. لبقى هنا visited bust simple عشان فيه كيورد من كلمات bust simple. وسحنا كنا في عدالي متعودين السؤال بنفس اجابة الزمن. بتاع الااجابة. يعني ده زي ايه ده? اه. لكن لما تكون ادالي فيه في الاجابة حاجة مختلف. ده ممكن احطه مستعبا. ممكن اقول لك did you buy? كزا اقول له no. I will buy it. انا لسه هشتريها تموره مسلا. فانا بحدد الزمن على حسب جملة الاجابة. my father always not work by train. when he was young. عندما كان صغيرا. win جاي بعدها post. يبقى دي قاعدة win. يبقى هنا هتبقى win. ليه mister michos going? مش انت عطلنا win. بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر قبلها صح. ده لما بتكلم عن فعل يتقاطع مع فعل. انا بتكلم عن عادة. always. بابا دايما كان بيروح الشغل بالقطر لما كان صغير. ما بتكلم عن عادة في الماضي مش فعل تقاطع مع فعل. يوم مش هستخدم مستمر وبسيط. دي عادة في الماضي post simple. ماضي بسيط. من غير اي حاجة. why not you go to the club yesterday? واضح او yesterday فانا عايز احط ايه? did او didn't. صح? ويل مش هتنفع. طب ما اللي اتنين ينفعوا. قال له because i was busy. لان كنت مجغول doing my homework. كنت بعمل واجه. يبقى لماذا لم تذهب الى النادي? مش لماذا زهب. لماذا لم تذهب? انا كنت مجغول. يبقى هنا didn't you go to the club. we will go to the park after. اه دي قاعدة افطر يا جماعة اللي قبلها مستقبل. افطر اللي قبلها مستقبل هيجي بعدها ايه? مدارع بسيط او دام. دي مستقبل. doing ing had done. ماضي تام. فيش قدامي غير دو. after we do. عشان افطر هنا ينجي بعدها مدارع بسيط عشان قبلها مستقبل. رامي used to go to the club the school library and the box he needed. اند برو. ليه بقى برو بس? هفهمكم. هنا رامي used to جاي بعديها فعلة في المصدر. تو زر كزا. اند وان. لازم الفرب ده يبقى معطوف على ده. عارفين في العربي لما تكون حاجة معطوفة على حاجة بتاخد نفس العلامة الاعرابية بتاخد يعني يا مصدر مش فاهمين. يعني ده كان مجرور ده مجرور ده منصوب ده منصوب. نفس القصة عندنا. الفعل ده معطوف على ده. هنا go infinitive. يبقى واه infinitive زيها. يبقى هنا go. يبقى used to go and play. used to go and borrow. يبقى الكلام كله لازم في ال infinitive عشان جايين بعد used to اعتادة an. we not in london in twenty twenty. in twenty twenty ده في الماضي. يبقى هنا we were. احنا كنا مش هتنفع have been ولا are ولا had been. students not to foreign languages in secondary school before they join. قبل ما بيلتحقوا. اب الكلام هنا في المدارة. باتكلم عن حقيقة في المدارة. الطلبة اللي بيدرسوا اتنين لغات اجنبية قبل ما يلتحقوا بالجامعة. join mis joined join present ماشي. مستخدمش مفوض مستعبل مجلبش مستعبل. انا باتكلم عن حقيقة مش فاعلين هيحصلوا وراء بعض. يبقى يستخدم ايه? our taught. طب ليه مش teach. ثم الطلبة بيدرسوا ولا يدرس لهم. الطلبة يدرس لهم. ار توت يدرس لهم. اي درازر يو? قلنا اي درازر بيجي بعدها باست سيمبل. ياريتني او كنت افضل. اي درازر يو نقط يور تيتشيرز انستركشنز تعليمات تو افويد ميكينج مستيك. اي درازر يو فولود. هيجي بعد اي درازر باست سيمبل ماضي بسيط. ده ليدي نقط زبابي ان اتس قط يعني في السرير السغنة بتاعه. في المكان بيعاده في الاطفال يعني. زا ليدي نقط زبابي. لايد ولا ليد ولا لي ولا لين. طبعا هنا تبقى ليد. هنا اعادت نيمة ليد. ماشي? لايد دي معناها كذبت. طبعا. واللي دي هتبقى في المدارع مش هتنفع. لين ده تصريف تالت. انا عايز هنا باست. باست ماضي لان المدارع مش هينفع. مفيش اس فيه فعل من دول. الكسير من النص وعي. بسبب نقص الوعي القومي. يبقى هنا كثير مشاكل ملا زهرت برزت. اتبقى هنا. ارائز. ارائز تبرز او تزهر. ارائز مش هتنفع عشان ارائز مش هتنفع عشان دي جمع. طيب ار ارائزن يعني تبرز. لايج جملة هنا برزت او تبرز الجملة هنا مدورة. وهي المشاكل بتبرز هي الفعل. مش نوع طويل. نفس الكلام اند. ادي ووز بريبيرد. يبقى لازم اند تصريف تالت. مش هحط ووز مرتين. ما ينفعش اكرر الفعل المساعد مع اند. الفعل في التصريف التالت. هتبقى هنا شون التصريف التالت. مفهود ووز بريبيرد. اند ووز شون. مش هكرر ووز مرة تانية. حاتم نوع ثلاثة. از هي. طبعا هنا الحتة دي. تحت كوتش انتاج دا خدته في عددي. لو هنا اس بات تبقى نحي تانية نفي. لو هنا نفي يبقى نحي تانية اس بات. دي اس هي مثبتة. يبقى لازم اندوح الاولين دا تبقى ما لهها نفي. اس نيفر تنفع is usual is bad comes is bad. كامس اثبات. كم كان حطى ايز. انا عايز ايز. يبقى مش هتنفع. طب هنا ايز نيفر يبقى اس هي. كان ايز انت. هتبقى اس هي. لان في كوتش انتاج نافي اثبات والاثبات يبقى نافي. عندما كنت صغير. يبقى انا كنت معتاد ان. يبقى هنا وهنا الفعل في المصدر مقدرش يحط ويوزد الوحدة ما تنفعش وهفتو يجب ان. ملاش علاقة بالاجابة. ندخل بقى على الترجمة. لقد اصبحت مياه الشرب مشكلة عالمية. واحدة واحدة. يعني شرب المياه او مياه الشرب. مش حتة حتة صح. تمام? المياه المشروبه لا دي مياه الشرب دي خليتها غلط. ماشي? يمكن ان تؤدي الى حروب بين كسر من الدول. ذات. كود لود. لود يعني يحمل. هي تؤدي الى. ماشي? هقول ذات كود لود. لود يعني صوت عالي. ما تنفعش. هنا ذات كود ليد تو تؤدي الى وورز حروب بتوين ماني كانترز العديد من الدول. تبايا دي الاجابة السليم. شايفين الغلطة فيها جماعة? في كلمة واحدة اغير لعب في الحروف اللي فيها دي ليد. اللي اي ايه دي. مرة حطي لي او مكان ال اي. ومرة حطي او يو وهكزا. وهنا غير طبعا الكلمة الاساسية. فنخلي بالنا احنا وبنترجع. عليك ان تتأكد من حصولك على عناصر الغذائية الضرورية. حتة حتة. عليك ان تتأكد من حصولك على عناصر الغذائية الضرورية. طبعا هي الترجمة دي تقول لشويس ممكن في بعض المدرس يعملوا كده. حتة حتة. الضرورية. لغاية كلمة necessary. you have to make sure that you get the necessary nutrients. you have to. you have to يعني كان عليك. هاتو دي في المواضي جماعة ما تنفعش. you have to make sure that you get the necessary nutrients. تمام. التي تضمن حصول جسمك على كل ما يحتاجه. مشي? that your body gets everything. تمام. that reassure. يعيد تأكيد. لا. مش عايز reassure دي خلص. هنا. that ensure that your body get everything they need. get دي غلط. المفروض gets. احنا لسه اخدناها في present. in your body مفرد. هحط s للفعل. لكن هو هيجي في المصدر كده? لا. وزي مش هينفع. لان your body ده هنا مفرد. كنت احط ايه? it. وكانت مفروض needs. اهي everything it needs. نكمل. للبقاء بصحة جيدة. لو قلت ان اتجنة وجابة سريعة. to stay healthy and you must avoid junk food. صح كده. يبقى لجابة الاورانية هي السليم. لعب معايا بالgrammar كمان. بسبب كمان. من الضرورية ممارسة بعض التمرينات الرياضية بشكل منتظم. من الضرورية ممارسة بعض التمرينات الرياضية بشكل منتظم. it is necessary to do some regular exercise. تمام. it is necessary to do some regular exercise. It's necessary to do some regular exercise. كده الاربعة صحة. فلذلك فذلك من العادات الهمة التي تحافظ على لغتك. This is one of the important habits. احد العادات الهمة. ذات كيب اه. واحدة طبعا كيب غلط. ما فرضته بقى keeps. ما فرضته بقى keeps. ليه keeps? عشان هنا one of احد العادات. طيب. this is one of the important habits that keeps. تمام? this is one of the important habits that keeps. تمام? keeps you fit. keeps you fit. هنا. this is one of the important habits that keeps you fit. تمام? تمام كده? وتساعد على قيامك بالانشطة اليومية. وتساعد على قيامك بالانشطة اليومية. and help you. طبعا لازم تبقى هلبس. لان احنا قلنا and حاجة معطوفة على حاجة تاخد نفس العالمة العربية. يبقى دي غلط هنا. and help you carry out your daily activities efficiently. تمام? and help you get up your. لأ get up يعني انت استيقص فين تستيقص تقوم به. يبقى دي غلط. يبقى اجابة الوحيدة اللي صح هي التالتة. شايفين بدقة متنهية. men and women have the same ability to be successful in life. men and women have the same ability to be successful in life. يتمتع الرجال والنساء بنفس المهارة. لا المهارة دي غلط. the ability يا جماعة. زي same ability القدرة. كل الرجال النساء اللي بنفسه. طب فين كل دي جبتها من اينا مست. اي. men and women. ما قلتش كل. يتمتع الرجال والنساء بنفس الصبر. فين كلمة الصبر دي? احنا قلنا ability. يتمتع الرجال والنساء بنفس القدرة عن نجاح في الحياة. تمام. if they work hard and believe in themselves. اذا عملوا بجد وامانوا بنفسهم. تمام. so they should be given the same opportunities. لازا يجب منحهم نفس الفرص. اه تمام. كده الجملة الاخيرة دي سليمة. تماما. health is a crown on the heads of healthy people. الصحة تاج على رؤوس الاصحاء. 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 تمام. ماشي? only seen by patients. يعني محدش بيشوفه غير المرضى. لا يراه الا المرضى. لا يراه. مش لا يراه المرضى. لا يراه الا المرضى. دي غلط. يراه غير المرضى. لأ. ماشي? لا يراه الا المرضى صحة. لا يراه المرضى برضو غلط. هنكمل من الضروري ان تبذل قصارى جودك للحفاظ على صحتك. فعلا دي هي السليمة. كده جماعة احنا لمينا يونيت وان ويونيت تو بقدر الامكان والفكاب وحلينا كمية كبيرة ورجعنا كمان ارجو ان كنت تكون استفدتوا كويس قوي من الفيديو ده. كان معاكم جرجس فريد مدارس اللغة الانجليزية.